كما قال سامح شكري إن معاهدة السلام مع إسرائيل مهمة ويجب احترامها باعتبارها قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة وأضاف شكري أن معظم القوى الدولية ترفض التواجد الإسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح فيما يتعلق بالاتفاء المصري الإسرائيلي معاهدة السلام فمعاهدة السلام مستقرة على مدى أربع عقود لديها من الأليات لمواجهة أي خروقات أو مخالفات لبنودها لكن تظل قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الكافة مراعاة واتخاذ الإجراءات بشكل فيه مسؤولية للحفاظ على هذه المعاهدة الهمة تأكيد أن هذه المعاهدة يجب الاحترامها ويحترام بنودها ومصر دائما تعزز من أثرها الإيجابية